يا صباح الفل ويا مساء التفاؤل. الحسب وقت الفيديو ان شاء الله تسمعوني فيه. طرام ما فيه ارنشاطة موجود في البيت يبقى لازم ناخده كده على طول نعمل به احلى غدا سريع وبسيط. مش شرط شاطة ممكن في لفلة اي حاجة بس هي دية السرطة. يلا بينا نسمي الله وندخل على الوصف بتاعتنا على طول. جيبنا ان شاطة بتاعنا دوت اللي قلنا وله والله ما احنا سايبينه في حاله. خصوصا الناس اللي بتحب الحاجز بيس كده شوية. وجيبنا الحلة هطينا فيها شوية مية على شوية زيت. وشوية ملح. اكده عرفتوا هنعمل ايه? طبعا مكارونا. يلا بينا نعمل مكارونا بتاعتنا. هنا بقى جبت السكينة وجبت المسان بتاعها وقلت لأ لازم اسن السكينة بقى. عشان تدوخيتنا شوية وانت كنت عارفين المرض اللي فاتت انه مكنش حامي اقوي. هنا سرقنا المكارونا بتاعتنا واندعنا عليها. وضربنا الطماطم. جبنا هنا بقى بعد ما تقومنا بتاعتنا السلقة خلاص بقى بقت مية مية. ومارسناش عليها اوش بقاش مع الجنة. فخدنا السكينة بتاعتنا قطعنا البصل وقطعنا الفصوص كيت فايدة. بس قلنا نستغلها ونخدها في الوصل بتاعتنا ببقى انا كانت متابلة وطعمها حلو بصراحة وكده هتدي تعمة احلى للفراخ. واحلى ما تبتكي الجنبها كده بس. دي البصلة بتاعتنا واند الشطة بتاعنا قطعناه. هنا بقى ننزل بالزيت بس الاول حلو نحمر البصلة بتاعتنا عادي خالص زي ما نحمرها وبعدين ننزل عليها بالشطة بتاعتنا. هنا انا عمل الفراخ متابلة وكل حاجة بس حبيت نحط عليها نطرة كلمون علشان الشطة برضو عشان يعني مش كل حد بيحب الحاجة تبقى حارة قوي تكسرها شوية وتدها تعمة على الفكرة خطير بس اش كتيرة قوي تبقى بسيطة. وشوية ملح عشان اكيد المقارونة وبعدين ننزل بالشطة بتاعتنا كده تتحمر مع الحرارة بتاعتها تظهر مع البصلة والفصوص كمان ننزلها معاها على طول ونعد نقلبهم كده شوية بنقص عليها ما يتقرص عليها قوي بس بحاجة بس يعني تفك كده شوية في التحمير وتدلها طعم حالا. نعد نقلبهم كده مع بعض شوية شوية. وطرا ما وصلت معي في الجزء ايه دي تشتركوا حطي لايك واشتراك في القناة عشان ودفعلي زر الجرس عشان نجي لك زغوطة من لنا. بس كده تكون قربنا نخلص. لا استنى استنى لسة بتقلبها هو. هم حاجة الطماطم بتاعتنا نجهزنا. دربنا في الخلط وبعدين ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. كده بقى خلاص هي وصلت كلمرحة حلوة قوي. فننزل بقى بالطماطم بتاعتنا هيت. وشوية السكر عشان الطماطم. وبس كان سيبها بقى تسبك مع نفسها. لانا كنت زوترة شوية مية وبعدين سيبها بقى مع نفسها. بعدين نحط الميكرونا بتاعتنا. انا حطيت لها شوية مية عشان انا محطتش الميكرونا في نفس الوقت. لأ انا عملت الدمع بتاعتها مع انا اصحي الصبح. وعلى معادل غدا. اه حطيت الطماطم بقى. سخنت الدمع تاني وقمت نازل عليها بالطماطم. يعني مش شرط بضع السخنة في الماكرونا. لأ. هيشتغل فيها كده هتبقى حلوة. متخفيش. وهنا بقى حط البهرات اللي انت عايزها على حسب اي بهرات انت عايز تحطها جسط الطيب اي حاجة. حاجة باختيار كنتي. لكن احنا على نفسنا بهراتنا محدودة شوية. مسمح لنا بس بالكمبون والفلفل والشطة. اكتر من كده لأ. بقى علينا. المهم. بس والله ده اللي بيخلي تعمل اكل حلوة فعلا. يعني البهرات بتغير تعمل اكل احيانا. بتغيرها جدا. بس كده كده خلصنا روصة بتاعيتنا سهلة وبسيطة وجميلة. وفهاش حاجات كتير كده وكلام كتير. لأ 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 عالسريع عالسريع. ولميناها من البيت وقضة اليوم. وسانياكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عشان يجيلكوا زورتها مننا كده. ويا رب ننزل فيديوهات كل يوم. ننزل ولا ما ننزلش ولا ايه? انا عارف اللي انا بغيب حبة وبرجع تاني بس خير. كل خير ان شاء الله جاهز في المطبخ الجيد بتاعنا وننزل كل يوم. عالسلام.